خبر برضو مهم بفكرنا بآثار الاجتماعية والاقتصادية الفيروس كورونا بسبب أزمة فيروس كورونا حوالي مليون شخص فقدوا وظائفهم خلال الأسبوعين الماضيين في أوروبا وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن اتحاد نقابات العمال الأوروبي وحذر اتحاد نقابات العمال الأوروبي من أن عددا من الشركات بدأ يختفي بشكل مثير للقلق من الساحة خلال الأسبوعين الماضيين وأن أوروبا إن لم تتخذ قرارات عاجلة بشأن كيفية معالجة هذه الحالة الطارقة فإنها ستكون مصرحا لتكبد الكثير من الخسائر وأفادت منظمة العمل الدولية أن خسائر الوظائف المحتملة في جميع أنحاء العالم قد تصل إلى 36 مليون وظيفة مفقودة ودعت المنظمة، الدول والحكومات إلى اتخاذ إجراءات منصفة وشاملة عند الاستجابة اللازمة الاقتصادية المترتبة على فيروس كورونا المستجد محدرة من ارتفاع معدلات الفقر حول العالم وخاصة أن أكثر من نصف الموظفين حول العالم يعملون في القطاع غير الرسمي تأملوا الخبر ده يا جماعة وبصوا على الإجراءات اللي خدتها الحكومة المصرية والمبادرات اللي اتعملت من المجتمع المدني عشان نساعد العمالة المؤقتة عشان نعرف الفرق بيننا وبين برا عشان نعرف أنه وقت الأزمات احنا بنقف في ظهر بعض وفي ظهر أهلنا في كل مكان والرسالة واضحة والخبر الحقيقي شارح نفسه ترجمة نانسي قنقر